يبدو أن الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة البريطانيا لم تحمل الخبر السعيد لرئيس وزراء بريطانيا بوري جونسون ومن معه من المحافظين بشكل عام فالنتائج الأولية مساء الجمعة تشير إلى تراجعهم وفقدانهم عديد المجالس في أكبر معاقلهم على غرار العاصمة لندن بعد السيطرة عليها منذ 58 عاما لصالح أحزاب المعارضة على رأسها حزب العمال هذه رسالة من الناخبين مفادها أنهم يريدون من القيام ببعض الخطوات قبل كل شيء هو أن نركز على القضايا الكبيرة التي تهمهم وأن نمضي قدما بالبلد وأن نتأكد من إصلاح الهزات الاقتصادية الارتدادية بعد كوفيد وإن كان الناخبون في المملكة عادة يحددون مرشحهم نظير الخدمات العامة المقدمة غير أن الأمر اختلف في هذه المرة وألقت السياسة بذلالها على مخيلة البريطانيين فالمحللون أوعزوا النتائج إلى انعكاس عدة أزمات أحاطت بجونسون الفترة الماضية كان أبرزها انتهاكه القواعد الخاصة بإغلاق كورونا عام 2020 وموجة الغضب التي صاحبتها بالإضافة إلى تحميله مسؤولية الزيادة التاريخية في نسبة التضخم بالبلاد ناهيك عن انقسام الناخبين بين مؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي من عدمه في المقابل لم تفوت المعارضة الفرصة لإفادة رسائل لغارمها المباشر جونسون إذ قال زعيم حزب العمان بريطاني كيرستارمر بأن نتائج الانتخابات إشارة واضحة إلى جونسون مفادها أن البلاد تستحق الأفضل انتخابات يرجح مراقبون أن تكون مصيرية في حسم مستقبل منصب بوري جونسون وبعث جرس إنذار للحزب المحافظي بضرورة تغيير زعيمه نهيك عن كونها مؤشرا لقياس حجم الدعم الذي لا زال المحافظون يحظون به في الشارع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر